السلام عليكم ازايوك يا شباب عاملين ايه؟ كل سنة وانطيبين معاكو احمد والنهاردة ان شاء الله هنعمل مراجعة جديدة لتلفزيون من التلفزيونات الجديدة لسنة 2021 تلفزيون اسمه LG UP8150BVB4K Smart WebOS بنظام الSENQ الجديد او بنظام الزكاء الاصطناعي الجديد بس ياريت قبل ما نبدأ المراجعة مع بعض لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة ولايك لصفحة الفيسبوك بتاعتي ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو مع بعض لو هنتكلم على الاحجام المتوفر بيها التلفزيون التلفزيون جاي في 3 احجام النسخة 50 بوصة ودي تمنها 9850 جنيه والنسخة 50 بوصة ودي تمنها 11800 جنيه والنسخة 65 بوصة ودي تمنها 14900 جنيه لو هنبدأ مع بعض بالتصميم الخارجي للتلفزيون التلفزيون جاي في ريملس او بدون حواف يعني فيه 3 اطارات مالهمش حواف وهو اطار واحد بس من اسفل اللي موجود عليه اللوجو بتاع الشركة LG هو ده حتة التخينة فيه أولي سنتي والباقي كله بدون اطار او بدون حواف وده طبعا بيديك مساحة عالية من الرؤية كأنك قاعد في سينما لو هنتكلم برضو على التلفزيون من الجنب التلفزيون جاي انسيابي ونحيف جدا زي ما انتم شايفين في الصورة ولو هنتكلم عليه من الظهر فالتلفزيون جاي انسيابي وناعم وتأفيله كويس جدا وبيقبل التعليق على الحائط وطبعا زي ما انتم شايفين ليه مداخل جانبية ومداخل خلفية ولو هنتكلم على الاعدة بتاعت التلفزيون فالاعدة بتاعته شكلها انسيابي وجميل واخده نص دايرة وده طبعا من الاشكال الجميلة المعهودة والمعروفة عن شركة LG لو هنتكلم بقى دلوقتي على جودة الصورة بتاعت التلفزيون التلفزيون طبعا بيديك صورة 4K Ultra HD حقيقية يعني بيديك ريزيليوشن 3840 في 2160B التلفزيون داعم لخاصية HDR10 وداعم لخاصية HDR10 برو وهي الاقوى من HDR10 باربع مرات وطبعا معروف ان الخاصية دي او High Dynamic Range بتديك مساحة عالية من الالوان وتديك فعلا الوان زهية جدا وده المعروف عن خاصية HDR10 برو وبمناسبة وجود HDR10 برو فالتلفزيون داعم لخاصية HDR Active بمعنى صح ان هو يفعل خاصية HDR Automatic بمجرد ما يحس ان الفيديو او الصورة اللي معروضة عليه دعمة لخاصية HDR وتلاقيه بيديك رسالة على الجنب من فوق يقولك HDR Active غير ان التلفزيون مزود بمعالج جديد من معالجات LG اسمه Alpha 5 AI بروسيسور والبروسيسور دا بيعتمد على الزكاء الاصطناعي في طبيعة عمله يعني المعالج دا بيعمل ايه بيعمل تلات حاجات اول حاجة بيعملها بيقللك الضوضاء او الشوشرة الموجودة في الصورة يعني الصورة لو فيها نغمشة او جيرين بيقدر هو يقلل الجيرين دا او بيقلل الشوشرة الموجودة في الصورة تاني حاجة بيقدر يعملها بيضيف لك الطابع الديناميكي للالوان بمعنى صح انه بيضيف لك حيوية للالوان الموجودة في الصورة وتالت حاجة ودي الاهم انه بيعمل اوبسكيليج او تكبير لاشارة المحتوى المعروض او الفيديو المعروض بمعنى صح ان لو الفيديو عندك معروض بدقة مثلا السبعمية وعشرين بي او الالف وتمانين بي بيقدر يقربه لك للالترا اتش دي او بيقربه لك لدقة الفور كي بمعنى اصح برضو ان انت لو بتتفرج على محتوى ربعمية وتمانين بي انت بتقدر تتفرج عليه بجودة تمانية من عشرة ولو بتتفرج على محتوى سبعمية وعشرين بي بتقدر تتفرج عليه بجودة تمانية من عشرة ولو بتتفرج على محتوى 1080p فانت بتتفرج عليه بجودة 9 من 10 وطبعا الناتف بتاعنا او 4K بتقدر تتفرج عليه بجودة 10 من 10 غير انه بيقدر يقرب الدقة 2K او 1440p بتقدر تشوفها نظيفة جدا وبجودة 4K Ultra HD لو هنتكلم بقى على البانيل بتاعتنا نوعها A ونظام الاضاءة بتاعها معروف ان LG بتستخدم بانيل IPS ونظام الاضاءة الموجود هنا نظام اسمه Direct LED والنظام ده قوي جدا لانه بيخلي لك السطوع وتباين الصورة في وجود البانيل IPS ولا اجمل ولا اروع غير ان استخدام IPS بانيل في التلفزيون ده فان الرؤية الجانبية بتاعتك بتوصل لمية تمانية وسبعين درجة من غير ما يحصل معاك الكالر شيفتينج او بهتان في الالوان غير برضو ان استخدام IPS بانيل في التلفزيون ده بيقللك انعكاسات الضوء بمعنى صح ان انت تقدر تحط التلفزيون في قوضة الاضاءة فيها عالية وفي نفس الوقت ما يحصل لكش انعكاس للاضاءة دي على التلفزيون فانت تقدر تتفرج على صورة كويسة جدا من غير ما تتأثر بالاضاءة اللي حواليك وعشان كده احنا بننصح ان انت لو عندك قوضة الاضاءة فيها عالية او ان انت بتوع تتفرج في مكان مفتوح فيه اضاءة عالية فانت يفضل انت بتجيب شاشات IPS او بتجيب شاشات من LG بحس انها بتمنع لانعكاسات والانعكاسات عليها قليلة جدا جدا بشكر كل صحابي اللي وصلوا معايا للمرحلة دي في الفيديو بقول لهم شكرا جزيلا ويا ريت بقى لايك وشير وسبسكريب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي في الايام الجاية وهنتكلم بقى على مدخلات ومخرجات التلفزيون او الوصالات الموجودة في التلفزيون التلفزيون زي ما احنا عارفين جاي بتلاتة HDMI من النوع HDMI 2.0 واحدة في الظهر واثنين في الجامل جاي بمخرج Optical للصوت موجود في الظهر جاي بمدخل receiver او مدخل RF داعم للكابل والreceiver والتلفزيون الارضي البس الرقمي وموجود في الظهر جاي بمدخل LAN موجود في الظهر التلفزيون داعم للبلوتوث Virgin 5.0 او النوع الخامس اللي بيقبل الصوت المحيطي يعني انت تقدر تحط عليه سماعتين بنظام البلوتوث وتاخد صوت محيطي من التلفزيون طبعا داعم للواي فاي او الاسي واي فاي اللي هو الديوال باند الموجودة الاثنين واربعة من عشر جيجا هرتز والموجودة الخامسة جيجا هرتز يعني التلفزيون تقدر تعمل عليه ستريمينج براحتك جدا جدا وتقدر تتفرج عليه وتتصفح المواقع بطريقة بسيطة جدا من خلال الواي فاي او من خلال توصيله بكابل الانترنت من الراوتر هنيجي بقى للجزئية اللي بيحبها كل الناس اللي بتشتري الشاشات الجديدة وهي خاصية او هي خواص الجيمنج او الالعاب على التلفزيون او طريقة استخدامه مع الكونسولز منصات الالعاب او الكمبيوتر التلفزيون عندي هنا داعم لتلات حاجات مهمة جدا اولا داعم لخاصية ال VRR او معدل تغير الاطارات او ال variable refresh rate وبتتمثل في صورة الجي سينك طبعا وجود خاصية الجي سينك في التلفزيون بتاعنا بتمنع الفريم تيرينج اثناء الجيمينج بتيجي فيه خاصية تانية وهي خاصية ال HGIG او ال High Dynamic Range Gaming Interest Group والخاصية دي جميلة جدا بحيث ان انت تقدر تاخد تجربة جيمينج بخواص ال HDR في الصورة جوه الجيم مود الثالث خاصية موجودة معنا وهي خاصية ال ALM او Auto Low Lytense Mode والخاصية دي بتخليلك الجهاز يقلب على الجيم مود مباشرة مجرد ما بيديكت او بيستشعر ان اللي واصل عليه كونسول او منصة الالعاب يعني مجرد ما شغلت البلايستيشن بتاعك او الاكس بوكس اوتوماتيك هو بيروح قلب على الجيم مود وبخصوص الجيم مود برضو لو هنتكلم عن RESBONSE TIME بتاع التلفزيون فالتلفزيون بيوصل لحوالي 6 ميلي ثانية ك RESBONSE TIME لو هنتكلم على ال IMPUT LAGE جوه ال 50 هرتز المدعومة من خلال التلفزيون فال 1080p عند ال 50 هرتز بيبقى ال IMPUT LAGE 11 ميلي ثانية وال1440p عند ال 50 هرتز بيبقى حوالي 10 ميلي ثانية فال 4K عند ال 50 هرتز برضو بيبقى حوالي 10.3 ميلي ثانية فالتلفزيون يعتبر سريع مش بطيء في الجيم مود لو هنتكلم على نظام الويب و اس الموجود الجديد معنا فهو نظام مدعم بنظام ذكاء استناعي اسمه سن كيو اي اي النظام ده بيعمل اكتر من حاجة يعني النظام ده اولا بيدعم الاوامر الصوتية من خلال الريموت بيحول لك الاوامر الصوتية لكتبات نصية داعم لخاصية دي قليل اي 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 مشاركة الملفات داعم للاي اي اي هوم يعني انت تقدر تتحكم في كل الاجهزة المربوطة مع التلفزيون على الشبكة بنظام الزكاء الاصطناعي زي التكييف زي الستاير زي الاضاءة تقدر تفتح التكييف تقفل التكييف تزبط درجة الحرارة تفتح النور تقفل النور تعمل اي حاجة برضو داعم للابل هوم كيت وهو نظام زكاء اصطناعي تقدر تستخدمه من خلال تليفونات شركة ابل زي الايفون تقدر تنزل تطبيق اسمه سيري وتقدر تعمل بيه كل التحكمات اللي انا قلت عليها من شوية سواء في التكييف او في الاضاءة او في التلفزيون نفسه داعم للميرا كاستنج تقدر تعرض كل التلفون بتاعك على شاشة التلفزيون وده عند خاصية الابل اير بي لي تو وهي ان انت برضو تقدر تعرض التلفون بتاعك اللي من انتاج شركة ابل على التلفزيون ما فيش مشكلة من خلال خاصية الابل اير بي لي تو وبرضو بخصوص الاوامر الصوتية فهو يقدر يحدد الاصوات يعني يقدر يحدد صوتك من صوت غيرك بتزبط الموضوع ده من خلال الاعدادات وبالتالي انت لما بتتكلم مع التلفزيون بلا امر الصوتية فبيعرف الصوت ده بتاعك او صوت غيرك برضو من خلال الويبو اس الذاكي الموجود في التلفزيون والمدعم بنظام سين كيو فانت تقدر تعمل حذر للمواقع اللي انت مش عايزها يعني بدل ما ترجع للراوتر وتحذر المواقع عشان ما تفتحش معك لا ممكن من خلال التلفزيون برضو تعمل عملية حذر للمواقع نيجي برضو في خاصية اخيرة معانا من الزكاء الاصطناع وهي خاصية التنبيه الرياضي يعني انت تقدر تعرف التلفزيون فيه ماتش لفرقة انت بتحبها مثلا او مباراة كورة لفرقة بتحبها اليوم الفلاني الساعة كذا تلاقي مثلا انت في اليوم ده لو مش فاكر تلاقي التلفزيون يديك اشعار او نوت صغيرة كده يقول لك خلي بالك الفريق بتاعك بيلعب دلوقتي ادخل اتفرج على القناة المعروضة عليها الماتش او مباراة الكورة بحيث ان انت تستمتع بالمباراة بتاعتك بالفريق اللي انت بتشجعه او الفريق اللي انت بتحبه لو هنتكلم برضو على الريموت الجديد بتاعنا LG غيرت شكل الريموت بتاعها لشكل جديد ونحيف وجميل يعني الريموت شكله فعلا اتغير لشكل جميل ونحيف ولكن تبقى الوظائف بتاعته واحدة ما حصلش فيه اي تغيير في الوظائف ولكن حصل تغيير في الشكل لو هنتكلم بقى على الصوت فالصوت هنا جاي في قناتين كل قناة منهم عشرة واط دعم للصوت الدولبي ديجيتال دعم لخاصية الارك والارك على مدخل الاتش دي اما اي رقم اثنين فانت تقدر توصل اي ساوند بار بنظام جديد او نظام قديم وتقدر توصل برضو مسرح منزلي بنظام قديم او نظام جديد نظام الصوت الموجود معنا اسمه دوم فايرنج او الصوت بيجيلك من اسفل دعم لصيغ كتيرة من صيغ الصوتيات زي الام بي سري مثلا مفيش اي مشكلة في صيغ الصوت في مشغل للموسيقا فانت تقدر تحط الصوت بتاعك على فلاشة تروح موصله في اليو اس بي وتسمع عادي جدا صوت مفيش اي مشكلة كأنك مشغاله على ام بس ري وتسمع اغانيك وتسمع اي حاجة صوتية انت بتحبها وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي سلام